في فيديو اليوم راح نتعرف على الفروقات بين السامسونج غالكسي اي 15 اللي صدر حديثا والغالكسي اي 14 اللي صدر العام الماضي كم من الفروقات بين الجوالين هل يستحق التطوير اذا كنت متلك ال 14 او اذا انت كنت محتار بين الجوالين شو هو الجوال الانسب اليك تذكير بسيط قبل ما نبدأ الفيديو انك تشترك وتعلق على الفيديو وتعطينا اعجاب وتفعيل الجرس وبدون ما نطول خلونا نبدأ قبل ما نبدأ المقارنة في موضوعين لازم انوه الهم بداية راح يكون السعر بما ان السامسونج غالكسي اي 15 صدر مؤخرا الجوال حاليا سعره 200 دولار بينما اذا كنت راح تشتري جوال ال اي 14 واللي هو متوفر حاليا راح يكون السعر اقل ب 50 الى 80 دولار والموضوع الثاني انه الجوالين ما الهم نفس الذاكرة الجالكسي اي 14 بيجي ب 64 او 128 بيجي في 4 جيجا و 6 جيجا و 8 جيجا بالنسبة للذاكرة العشوائية بينما الخمسةاش بيجي 6 بإمكانك انك تشتري 8 جيجا و بإمكانك ايضا انك تشتري 256 مقارنة في هذا الفيديو راح تكون على الجوالات الأساسية اللي بيمتلكوا اقل مواصفات يعني الجالكسي اي 15 راح يأتي 128 جيجا مع 6 ذاكرة عشوائية بينما الجالكسي اي 14 راح يأتي 64 جيجا ذاكرة داخلية و 4 جيجا بايت بالنسبة للذاكرة العشوائية طبعا المقارنة في هذا الفيديو رح تعتمد على 6 أمور أساسية منها جود التصنيع والتصميم الشاشة نظام التشغيل والعتاد وأداء العتاد البطارية والكاميرا في كل جولة رح نعطي الفائز نقطة واحدة وبالنهاية من جمع النقاط ومنشوف الجوال اللي جمع وحصل نقاط أكثر من الثاني أما ما يخص التصميم وبناء كل الجوالين رح يكون عندنا اختلاف كامل سامسونج عملت على تغيير تصميم وأيضا شكل الـ A15 أصبح شكله أنيق أكثر وصار حجمه باليد أصغر بالمقارنة بالجالكسي A14 زي ما تلاحظين أيضا الجالكسي A14 رح يكون فيه سماكة أكثر من الجالكسي A15 وهذا شيء أنا بحييه من سامسونج إذا حطينا الجوالين أيضا جم بعض رح تلاحظ الحجم الأكبر للجالكسي A14 هذا لأنه الأبعاد مختلفة الجالكسي A15 84% احتلال الشاشة بالنسبة للجوال بينما الـ A14 بتحتال تقريبا 82% نعم شاشة A14 تعتبر نسبيا أكبر 6.6 بينما الجالكسي A15 6.5 لكن لا يعتبر فرق كبير أيضا ملمس الجوال الـ A15 على الظهر صار أنعم وبعطيك إحساس أنه زجاجي نوعا ما بينما الـ A14 بيجي تقريبا فيه تكتشر خاص بتحس فيه خشونة يمكن أفضل بالنسبة لمسكة الجوال من الـ A15 لكن بشكل عام الجالكسي A15 عمل تغيير جذري في التصميم معنا الـ A14 وصور تحسه أفضل وأنيق أكثر في اليد وأكيد بيستحق معنا نقطة لهذه الجولة أما ما يخص الشاشة ولو أنه فيه فروقات في الجودة بين الـ A15 والـ A14 لكن نفس المواصفات تردد الـ refresh rate نفسه 90 الدقة 1080p راح يكون عندنا البيكسيدات للإنش الواحد نفس الشيء تقريبا عندنا الأبعاد مختلفة بالـ A15 عن الـ A14 في عندنا 20 على التسعة بالنسبة للـ A14 و 19 على 9 في الجالكسي A15 لكن التغيير الجوهري أنه الآن الجالكسي A15 صارت الشاشة سوبر أملود يعني شاشة OLED اللي راح تعطيك ألوان أفضل وحدة أفضل وسطوع أفضل بكثير من الـ A14 اللي شاشته IPS LCD الفرق لا يعتبر شاسع وكبير جدا لكن شاشات السوبر أملود أكيد راح تعطيك تجربة أفضل بكثير فأكيد بيستحق النقطة الثانية الجالكسي A15 أما نظام التشغيل في كل الجوالين هو مختلف لأنه الجالكسي A14 يعتبر الجوال الأقدم عليه نظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة تطبيق سامسونج 5.1 بينما الجوال الأحدث هو الجالكسي A15 اللي عليه آخر إصدار أندرويد 14 مع واجهة تطبيق سامسونج 1UI الإصدار السادس حاليا الجالكسي A14 سامسونج أعلنت أنها راح تحدثه لأندرويد 14 مع واجهة تطبيق السادس من 1UI لكن في الوقت الحالي إذا أنت كنت تريد تشتري الجوالين أكيد راح تحصل على أفضل نظام تشغيل في السامسونج جالكسي A15 عن الـ 14 لوقت تحديث السامسونج جالكسي A14 راح يحصل 15 أيضا على هذه النقطة أما الآن راح تكون أهم جولة وهو العتاد وأداء العتاد راح يكون عندنا معالجين مختلفين ولو إنهم من نفس الشركة ابتداءة بالجالكسي A15 راح يأتي بمعالج ميديا تيك 83-35 ديمينيستي 6 نانوميتر بينما الجالكسي A14 راح يأتي بمعالج أيضا من ميديا تيك 68-337 نانوميتر 4 جيجابايت رام زي ما ذكرت سابقا أما الذاكرة العشوائية بالـ A15 راح تأتي بـ 6 وكل الجوالين هم يعتبروا الجوالات الأساسية ما في تحديث على الرام أو الذاكرة حتى نكشف أداء كل الجوالين راح نعمل على فتح ألعاب بنفس الوقت ونشوف الجوال اللي راح يعطينا أداء أفضل من الثاني ابتداء بـ Need for Speed طبعا بشكل غير متوقع الجالكسي A14 استطاع أن يفتح Need for Speed بتقريبا يعني ثاني الفرق بين كل الجوالين وهذا يعتبر شيء غريب خلينا نفتح لعبة ثاني Subway Surface أيضا بلعبة Subway Surface استطاع الأربعة عشر أن يفتح اللعبة أسرع من الجالكسي A15 الأمور ملخبط شوي خلينا نأخذ لعبة ثاني Motor Compart واو شيء غير متوقع أن الجالكسي A14 استطاع أن يفتح لعبة Motor Compart بأسرع في عدة ثواني من الـ A15 افتراضا أن الجالكسي A15 هو يعتبر الجوال الأحدث والأفضل من الـ A14 بالنسبة للمعالج لكن الـ A14 فرجعنا أداء ممتاز جدا طيب خلينا نفتح Geekbench 6 نشوف السكور من الجوال راح يعطينا رقم أفضل من الثاني طبعا سامسونج جالكسي A14 أنهى الاختبار أسرع وأعطانا رقم أقل زي ما أنتوا شايفين A15 أعطانا 698 سنجل كور و 1895 بينما الجالكسي A14 أقل بقليل جدا لكن الأداء انعكس بشورة مختلفة تماما الجالكسي A14 أنا حسيت أنه داو أفضل كان أسرع حتى أنهى الاختبار أسرع لكن بنتيجة أقل طبعا المشكلة بالـ A15 أنه جوال أحدث وسامسونج أكيد لازم تبعث بعض التحديثات الهوائية لكن هذا لا يعذر الجالكسي A15 والـ A14 يستحق نقطة في هذه الجولة وبجدارة أما ما يخص البطارية و مشكلة الجالكسي A14 تم حلها بالـ جالكسي A15 لأنهم رفعوا سرعة الشحن من 15 واط لغاية 25 واط برأيي الشخصي 25 واط حتى لا يعتبر رقم عالي جدا لكن أفضل بكثير من أنه يكون فقط 15 فهذه تعتبر الميزة الوحيدة لأنه كل الجوالين يمتلكوا نفس السعة للبطارية وهي 5000 ميلي أمبير أما من يستحق الفوز أكيد رح يكون الجالكسي A15 لأنه سرعة أفضل من الـ A14 ما يخص الجولة الأخيرة رح نتحدث عن الكاميرا كل الجوالين يمتلكوا ثلاث كاميرات على الظهر لكن في فروقات بسيطة جدا في المواصفات على سبيل المثال لدينا السنسور الأساسي 50 ميجابيكسل في كل الجوالين ولو أنه بعد تجربة الجالكسي A15 يلتقط صور أفضل خصوصا في الليل باقي ما باقي ما في فرق كبير جدا صور في الإضاءة الممتازة ما رح يكون عندك مشكلة الفرق الثاني أنه الجالكسي 15 بيجي بي كاميرا 8 ميجابيكسل تصوير عريض جدا الألترا وايد بينما الجالكسي 14 لا يمتلك كاميرا تصوير عريض ألترا وايد لكن رح يعطيك قليلا من الزوم لأنه يمتلك كاميرا Depth Sensor اللي ممكن يكون فروقات بسيطة جدا أيضا قد يمتلك الجالكسي A15 بعض المزايا زي التصوير البطيء اللي لا يمتلكها الجالكسي A14 بشكل عام وباختصار الكاميرا قريبة جدا ما في فروقات كبيرة لكن بعض المزايا بتروح للأي 15 الكاميرا الأمامية جيدة في كلا التلفونين تقريبا متقاربة 13 ميجابيكسل فأكيد بأخذ الـ 15 النقطة في هذه الجولة خلاص الكلام أنه سامسون جالكسي A15 جاء بعض التحديثات على أمور كثيرة أهمها الشاشة برأي الشخصي سرعة الشحن لكن الجوال A14 يمتلك عتاد مقارب إذا ما كان أفضل وهذا الشيء فاجأني باختصار إذا كنت تمتلك A14 لا أنصحك بالتحديث لكن إذا كنت بدك تشتري واحد من الجوالين ولقيت أنه A15 سعره متقارب يعني 50 دولار أنا بشوف بستاهل أنك تشتري A15 عن الـ 14 فإدفع الـ 50 دولار زيادة أحصل على تصميم أفضل شاشة ممتازة جدا وأداء أيضا نوعا ما مقبول بس بالنهاية أنا أترك القرار إليك وإذا كنت تمتلك كل الجوالين أو واحد من الجوالات بإمكانك تفيد غيرك في التعليقات وتكتب رأيك عن هذا الجوال وخبرتك في الجوال سواء كان الـ 14 أو الـ 15 إلى هنا يكون انتهى هذا الفيديو وأتمنى أن نال الإعجاب والاشتراك في القناة طبعا إذا لم تكن مشترك تفعيل الجرس وكان معكم أحمد القناة منوات تقنية نراكم إن شاء الله لاحقا اشتركوا في القناة